A police officer's duties واجبات ضباط الشرطة هاي القطعة موجودة بunit 2 lesson 2 بالوحدة الثانية الدرس الثاني رح نقرأ القطعة كاملة وانترجمها وانحل كل الاسئلة الوزارية اللي اجدت عليها People have to follow the law الناس يجب عليهم ان يتبعوا القانون have to بمعنى يجب so that we can all live together safely لذا نحن نستطيع جميعنا أن نعيش سوية بأمان there are a lot of different laws يوجد العديد من القوانين المختلفة so police officers ضباط الشرطة have a lot of different duties عليهم واجبات كثيرة مختلفة some officers بعض الضباط direct traffic ينظمون السير to make sure ليتأكدوا that drivers انه السائقين can use يمكنهم استخدام the roads الطرق easy بسهولة and without having accidents بدون ما يعملون حوادث they are used radar speed guns هم أيضا يستخدموا رادار جهاز السرعة to identify ليتعرفوا people على الناس who are driving too fast الذين يقودون بسرعة عالية جدا this is very important هذا جدا مهم drivers السائقين mustn't speed لا يجب عليهم الإسراء because speeding لأنه السرعة is one of the leading causes of death واحد من مسببات الموت on the road على الطريق police officers ضباط الشرطة also أيضا check that drivers and passengers يفحصوا إذا ما كان السائقين والركاب are wearing يرتدون their seat bills أحزمة الأمان some people بعض الناس get angry يغضب because they don't like to wear them إنه لا يحب أن يرتدوها but seat bills can prevent serious injuries أحزمة الأمان يمكنها أن تمنع الإصابات الخطرة if you have an accident إذا عملت حادث so remember لذا تذكر when you get into a car عندما تصعد إلى السيارة you must wear your seat belt يجب أن ترتدي حزام الأمان البرغراف الثاني of course of course كان حدوث الجريمة they need to look for evidence هم يبحثوا عن دليل like fingerprints مثل طبعات الأصابع and footprints وآثار أقدام وآثار أقدام which can be used التي يمكن أن تستخدم to identify للتعرف and arrest the criminal والقبض على المجرم of course أيضا have to ask a lot of questions يجب عليهم أن يسألوا الكثير من الأسئلة they interview witnesses يقوموا بمقابلة الشهود who they think الذين يعتقدوا might have information about the crime ربما يمتلكون معلومات عن الجريمة witnesses الشهود can help بإمكانهم مساعدة the police الشرطة by telling them بواسطة إخبارهم what a criminal looks like كيف يبدو شكل المجرم or what time أو في أي وقت a crime was committed الجريمة قد حدثت Paragraph الثالث police officers وبباط الشرطة try يحاول to prevent crimes منع الجرائم as will us solve crimes بالإضافة إلى حل الجرائم they often هم غالبا watch places يشاهدون أماكن where they think أين هم يعتقدوا crimes are likely to happen الجرائم من المحتمل أن تحدث for example مثلا crowded areas المناطق المزدحمة attract تجذب pick pockets النشالين who try الذين يحاولوا to steal أن يسرقوا people's wallets محافظ for example مثلا if you're lost إذا أنت ضعت you need to worry لا يجب عليك أن تقلق you can just ask يمكنك فقط أن تسأل a police officer ضابط شرطة four directions من أجل أن يمطيك الاتجاهات الآن نجي إلى حل الأسئلة الوزارية المتعلقة بهذا الموضوع سؤال الأول police officers try to prevent crimes and وينطيك فراغ بعد الفراغ crimes أنت تخلي بالفراغ كلمة solve ضباط الشرطة يحاول أن يمنع ويحل الجرائم ما هي واجبات ضباط الشرطة يقولك اذكر اثنيا فقط two only أهم عمليا لضباط الشرطة هي توجيه أو تنظيم السير التحقيق بالجرائم مثل السرقات لماذا بعض ضباط الشرطة ينظمون السير لتأكد أن السائقين يستخدموا الطرق بسهولة and و نحن نخلي كلمة without قبلها without having accident بدون ما يعمل حوادث one of the duties of a police officer is to طراخ تكتب direct traffic ينظمون السير why do people have to follow the law لماذا الناس يجب عليهم أن يتبعوا القانون so that we can all live together safely من أجل إنه كنا نستطيع أن نعيش بأمان do police officers have a lot of duties هل ضباط الشرطة الكثير من الواجبات الإجابة هي yes they do people have to follow the law الناس يجب عليهم أن يتبعوا القانون so that we can all live together safely true صحيح how can witnesses help the police كيف الشهود تساعد الشرطة by telling the police بواسطة إخبار الشرطة what a criminal looks like كيف يبدو شكل المجرم or what time a crime was committed أو في أي وقت ارتكبت الجريمة people have to follow the law so that we can all live together safely هذا السؤال عاد أكثر من مرة لكن بطرق مختلفة why do some officers direct traffic أيضا هذا السؤال تكرر footprints and fingerprints آثار الأقدام وطبعات الأصابع can be used يمكن أن تستخدم by police officers to من قبل ضباط الشرطة ل identify and raise the criminal للتعرف وإلقاء القبض على المجرم people have to follow the law so that الناس يجب أن تتبع القانون من أجل أيضا هذا السؤال جدا مهم why تكرر فهذه الجملة تحفظ لأنه تتجيب صياغ مختلفة why do people have to follow the law أيضا مكرر 16 أيضا تكرر 17 تكرر 18 أيضا تكرر how can witnesses help the police تكرر علينا هذا السؤال why do some officers direct أيضا تكرر speeding is one of the leading causes of death on the road السرعة هي واحدة من مسببات الموت على الطرق الإجابة هي true drivers mustn't speed because speeding is السائقين لا يجب عليهم الإسراع لأنه السرعة one of the leading causes of death on the road واحدة من مسببات الموت على الطرق why do people have to follow the law لماذا الناس يجب عليهم اتباع القانون so that we can all live together safely حتى نقدر نستطيع كلنا العيش بأمان هذه كل أسئلة الوزارية التي جاءت على هذه القطعة ألتقي كم في فيديوهات قادمة مع السلام موسيقى